السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنا بكم اليوم تقرير طبي جديد على الحالة الصحية اللي يصل لها نوردين لبحير القيادة في حركة النهضة نائب رئيس حركة النهضة والمحامي والنائب في البرلمان المجمد ما زال في مستشفى الأحبيب بوغاتفا في ولاية بنزارت اليوم فما وفد مشي يطل عليه في ولاية بنزارت بينسير هذي كل موثق من خلال فيديو هبط على عدة صفحات في السوشال ميديا تم منحهم من الدخول في البداية ولكن بعد محاولات تمكن الطبيب متاعه من أنه يزوروا ويكشف حالته الصحية كيفش كانت فقط للإشارة قبل ما نبدأ نحب نقول وأنه نرديل بحير يتوا عنده 65 يوم كاملين يعني قيد الإقامة الجبرية ومنذ 31 ديسمبر 2021 النهار اللي تم يعني إلقاء القابض عليه وقتياده إلى جهة غير معلومة اللي وضعه تحت الإقامة الجبرية بعد ثلاثة يوم دهورة حالته الصحية تقريبا نهار اثنين جان في النسكلها عرفت اليوم في مستشفى لحبيب بوغاتفا في ولاية بنزارت اللي همنا اليوم كيفش وليت وضعيته الصحية واشنوا موقفه من إضراب الجوع الوحشي اللي قاعد يخذ فيه طبعا تعرفوا أنه من بين هيئة الدفاع لإحامي علي هو سامير ديلو وزوجته سعيدة العكرمي اليوم سامير ديلو متولي الأعلان يعني وإبلاغ الرأي العام بآخر المستجدة وتطورات في قضية البحيري خاصة وضعيته الصحية اللي نقوله لكم وأنه وفد كامل يتوجه اليوم مشكون في الوفد هذيه نلقاه زوجته سعيدة العكرمي نلقاه سامير ديلو ونلقاه زيدة أحمد نجيب الشابي اللي كان على البوديوم بحث رجل الغنوشي وقته في الاجتماع متاع مواطنون ضد الإنقلاب اللي حكيوا فيه زيدة وقته على النور ديل البحيري نلقاه عبد الرحمن لدغم وعبد التفل المكي وسامير ديلو وربيب بالطيف والأستاذة سعيدة العكرمي مشاول كلهم لزيارة الأستاذ البحيري المحتجز كما جاء في بيان سامير ديلو حرفيا المحتجز في مستشفى لحبيب بوغدفة بولاية بن زرت علشه مشاوله يقول سامير ديلو أنه مشاوله لإقناعه بإنهاء إضرابه على الطعام بعد ما دهرت حالته الصحية البارح وصلت إلى مرحلة اختيرة برشا إلى مراحل أخيرة يقول سامير ديلو أنه بعد جدال مع رجال الأمن في بوابة المستشفى تم السماح للدكتور عبد الرحمن لدغم بمرافقة الأستاذة العكرمي زوجته يعني سعيدة العكرمي وفي مدخل المستشفى تم منع الدكتور لدغم من الدخول بيتيعلت ورود تعليمات لذلك يعني دخلوا للطبيب لدغم ومرتوا بيش يدخلوله ولكن وقت لو وصلوا المدخل للمستشفى منعوها الأمنين بيتيعلت أنه فما تعليمات أنه ما يدخلش هو يعني فقط زوجته هي اللي تدخل والطبيب ما دخلش ولكن سامير ديلو يقول راهوا بعد ربع ساعة من الانتظار في البهو الداخلي متاع المستشفى تم سامح للدكتور لدغم بدخول شنو قال دكتور لدغم هبط في فيديو على السوشيل ميديا يقول لك أنه رغم كل محاولات اللي صارت معاه بيش يقنعوه أنه يفك إضرب الجوع ورفض يقول لك رفض أنه إضرب الجوع وطبعا قلوا في تصريحة ونقول لكم شنو فقط نحب نقول شنو أحكي عليه على حالته الصحية وضعيته الصحية دكتور لدغم اللي هو زد في عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الوطنية مواطنون ضد الانقلاب يقول وأنه وضعية نوردين البحيرة الصحية خاطيرة وخاطيرة جدا يقول لك تقريبا قص في الميزين بين 25 و 30 كيلو من الوزن متاعه ومعادش قادر أنه حتى يشرب كسماء معناها قدراته الجسدية معادش ينجم يتحرك ومعادش ينجم حتى يمد لروحه كسماء ولا يشد كسماء ويشرب يقول لك ما ينجمش يقف وما ينجمش يشد كسماء ومينبا حتى ينجم يعني كما قلوا يحكي معاك هكاك الوعي معناها فيق ويعي ونجم يحكي معاك ونجم يفكر ونجم يخمم لا يعني حالة مدهورة على الأخر على الأخر على الأخر ويقول أنه حاول أنه يقنع نوردين البحيرة بالتخلي على إذراب الجوع اللي قاعد يخذ فيه ولكن يقول محاولات الكل بيئت بالفشل وقال أنه البحيري معادش قادر على التفكير بوضوح حكا حرفيا معادش قادر حتى أنه يفكر بوضوح يقول دكتور لدغن أنه قالوا له معنا كيف يحكيه معاه فك إذراب الجوع وكتشيته وخمسة وستين يوم في إذراب الجوع وكل يقوله أقلهم شكرا لكم ولكن إما إنهاء الاختطاف وإما فليتحملوا المسؤولية حرفيا نشنوا قال نوردين البحيري قالوا يعطيكم الصحة إما يسيبوني من الاختطاف اللي يعتبر نفسه هو في اختطاف وإلا فليتحملوا المسؤولية نذكروا مبعثنا وإن حركتنا كانت حملة المسؤولية مباشرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد قيس سعيد كان رده قال اللي يحب يعمل إذراب جوع فزيع حملت دادة المسؤولية لوزير الداخلية وحمل وزيدة المسؤولية لوزير الصحة على المرابط باعتباره هو معنى مسؤول على المؤسسات الصحية الكل وبتابعة الحال اليوم يقول لك وأنه في وضعية اختيرة واختيرة واختيرة برشة حركة النهضة كانت حبطت فيديو على صفحتها الرسمية وقالت أنه فما مجموعة من الشخصيات الوطنية مشيه في زيارة تضامنية مع أو للأستاذ نوردين البحيري حسب تعبيرها المختطف والمحتجز بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغاتفا في ولاية بنزارت الشعارات المرفوعة هو سيب البحيري توا 65 يوم رفعوا شعار يسقط الانقلاب وفما تطورات خطيرة خاصة فيما يتعلق بوضعيته الصحية نوردين البحيري اللي اليوم أكثر من 65 يوم راهو شهرين ويش شهرين ويش دون طعام دون شراب دون دواء يحطوله في الأملاح في السيرام والمدة هذه الكل من غير طعام ما زال يصر رغم تدهور وضعيته الصحية الدكتور في الفيديو قال أنه وضعيته في اللخر معناها في آخر درجة اللي يعني معناها إذراب الجوع هذي شفنا الحالة متاع الطفل رايين المغربي اللي اتبعها العالم الكل شفت هنا بعض التحاليل متاع أطباء يقول لك معناها قدش ينجم يصبر معناها الشخص على إذراب الجوع يعني يصبر بليش ما يكله فهو وقتها في حالة الطفل الصغير اللي عمره خمسة سنين يقول لك وأنه ينجم يصبر حتى لثلاثين يوم ومن بعد يبدأ يدهور معناهم حتى يكشل شهرين كما قولوا ما أكثرش يعني توي لشهر إذراب جوع يعني عبد ما يكلش فإنه ينجم يقاوم خاطر بشيوال يجبد معناهم مش نوع عنده ويجبد معناهم من صحته وكل شي ويقاوم ولكن هذي 64 ولا 65 يوم يعني فترة رهيبة يقول القائل عليش ما يفكش إذراب الجوع أو الأطبي عليش ما يدخلوش طبيا ولا زوجته معناها تيخوا موقف ولا حركة النهضة يخذوا موقف إنهم ما يضحيوش بصحته يعني ما يلزمش العناد هذي فقط بشي يخرجوه خاطر وضعيته دهورت فهذا وكأنهم يعني يخدموا به اللي هو المفروض يخموا في صحته قبل والأطبي أكيد أحكوا لهم على وضعيته الصحية وعلى إنه ما ينجمش يقاوم يعني أكثر من هكا ولكن مع ذلك صمت زوجته صمت حركة النهضة ومخلينه معناه يقرر رغم اللي هو طبيب قال إنه ما ينجمش مش قادر على التفكير معناها بطريقة عادية